يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعة الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديه وما خلفهم ولا يحطون به علما وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضب وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يلتقون أو يحدث لهم ذكرى فتعالى الله الملك الحق